السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعار الرز بتفاجئ المواطنين كان وصل 8 الكيلو في الأسواق تابعونا لتفاصيل ومعرفة كل جديد ما تنسوش اللايك ومتابعه عشان يوصلوكم كل جديد اتحركت أسعار الرز خلال أيام اللي فاتت نحو الانخفاض مع توفر المعروض واقتراب حصاد المحصول الجديد اللي هيترح بالسوق ووصلت سعر الكيلو في فترة ماضية 35 جنيه كمتوسط سعر أو يزيد في زروة الارتفاع وده من شهرين تقريبا رئيس شعبة الرز بالتحاد الصناعات قال ان قرار الحكومة اللي صدر عن وزارة التموين مشان يلزم شركات تعبئة الرز بكتابة سعر الرز على المنتج بانه قرار بالغ الأهمية ويخدم المستهلكين كتير وقال ان القرار ده بيشمل سلع عديدة الحكومة طلبت منه صانعيها كتابة السعر على العبوة وده ما نعان للتلاعب في أسعار السلع تابع الكلام خلال تصريحات كل سوبر ماركت أصبح يضع سعر كيلو الرز المنتج وغيره نظرا لوجود قراءة لبيع المنتج من خلال تقنية الكيو أركود وقال ان متابع تفاصيل المنتج المستورب من الرز هيصبح مراقب من قبل وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك قال كمان ان سعر الرز من أرخص أسعار السلع في الأسواء حاليا وان الكيلو الخام فيه بيوصل 12 جنيه فقط سعر تن الشعير تراجع 9000 جنيه وأشار أن مصر تتأثر بشكل كبير بوقف تصدير الهند للرز لأن الدولة اتجهت لدولة عدة ومنها أمريكا وطايلند وغيرها وكمل كلامه أن تاريخ الصلاحية وسعر الرز كانت بيدون وما زال على كيس الرز بشكل واضح ووضعه في مكان ظاهر للجميع وطالب بمساعدة المواطني للدولة وإبلاغ جهاز حماية المستهلك في حين وجود مخالفات من قبل التجار كمل كلامه أن أعلى نوع من الرز الأبيض عريض الحبة حاليا في الأسواق بـ 23 جنيه أما الرز الشعير بـ 12 و 13 جنيه بينما سجل الأرز رفيع الحبة من 18 لـ 20 جنيه كيلو وعن سر التراجع ده قال أن التموين لديها أرز يكفي لـ 3 شهور مع 7.8 مليون تن من المنتج الجديد وقال كمان أن عدم تنفيذ تعليمات تسعير وتخزين الرز ده هيعد مخالفة على المنشأة لأن التدوين هيمنع التلاعب في الأسعار ومصر ليست بها مشكلات في الرز ومحصول الجديد بدأ النزول في الأسواق والسلام عليكم ورحمة الله